كنا نتحثوا على بعض المعطيات حسين أشيو بالنسبة للمواجهة بكل تفاصيلها سأعود إلى طريقة تحليل ربما كيف لعب المنتخب الفرنسي دي 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 شون لمسته قوية في المباراة أم أنه لوعية اللعبين بشكل أكبر تسير جيد للقاء خير اللعبين أنا نظن واضحين لعبين الفرنسيين يعني تشكيل بينها على كل حال بعد غياب كونتي وبوكبا يعني أقوى اللعبين أراهم في الميدان يعني شفنا مباراة الثالثة غير نوعا ما مع تونس غير لعبين خلال اللعبين يرتاحوا لأنه لازم لك قوة كبيرة ورح الناس رح تفوت للقوة للسرعة القصوى ولازم لهم طاقة وجهد كبير يبدله باش يتأهلوا في كل مباراة يلعبوها من الآن فصاعدا لعبين يعني شوف لما يكون عندك لعبين بجودة تقدر يعني أنت تبدع كمدرب لما يكون عندك دكة احتياط لعبين كذلك يعني تخرج ديمبيلي وتقحم كومان يبقى ريت منفسه وكومان يزيد يعطيك هذه السرعة لي كان يعطيها لك ديمبيلي لما تدخل تيرام شاب يعني كذلك عنده عنده إمكانيات أنا نظن ذكة احتياط يكون عندك لعبين لملاح يقدروا يعطوا يعني هذه الإضافة كيدخلوه ما تخافش يعني اللعبين اللي يكونوا في أرضية الميدان يمد وقعوش عندهم يلعب ستين سبعين دقيقة ثم على باله باللي كاين الآن مهم شيء يقولوا اللعبين احتياطيين يقولوا اللعبين اللي يبدأوا المباراة واللعبين اللي يكملوا المباراة هذه احتياط وأساسيين واحتياطيين نحاوها يتقبل حسين أشيوم مثل ما تقول مهمة جدا هذه النقطة تغيرت مع تطور كرة القدر في الفترة الأخيرة هل يقبل على أنه يكون هو لاعب ما نقول لك شو بديل لاعب اللي يكمل المباراة المدرب والي للسخلو هذا الفكر بأنه أنت نحتاجك في الفترة الثانية أكيد لأن هذا الشيء ما روش ثابت يقدر يتغير تقدر أنك أنت بعدين تبدأ المباراة والمهم الآن مهم جدا اللي يكمل المباراة لأنك لازم تكون عندك هذه القوة باش تدخل في الريتم مباشرة على بك بليك يتدخل كبديل صعيبة راك تلقى لعبين خلاص لحقوا للريتم هذا كنت لازم لك وقت لازم لإحماء تاعك وكذلك ما مزين طريقة الإحماء ما رح تكون نفسها لي رح تديرها قبل اللقاء ليبدأ لأن اللقاء دايما يبدأ فيه جسنا بضي يبدأ ولكن تدخل إحتياطي أنت في دقيقة السبعين رح تلقى الناس خلاص داخل ناسق عالي لازم أنت تطلع على ريتمتاعك وتدخل مباشرة في المباراة هذا الشيء صعيب باش تكمل المباراة تدخل وفريقك فايز بهدف لي صفر ولا متأخر متأخر رح تبدأ مجهود مضاعف حاكيم باش ترد فريقك السكة للتعادل باش تجيب هذه الإضافة المرجوة منك أنا نظن دايشون شفناه طول ماشي اليوم فقط في المونديال اللي يفات تابت نتمسك بأفكاره يعرف كورا عنده الخبرات على المونديال لعب فاز بالمونديال كلاعب عاش معه مدرب كبير يعني داروا مع رحلة تعلموا فيها اللاعبين كنا نشوفوا كل اللاعبين تاعة 98 يعني نشوفوهم كي تكلموا في البلاطو كل اللاعبين يعني شابعين كورا يعني تسمع ديسايي ولا تسمع بوتي ولا تسمع لزارازو ولا تسمع أي لعب تشوف باللي عنده المونديال هدك اللي عاشو يعني قراءوا مع إيمي جاكي التجربة هديك خلاتهم يكبروا هذا شيء ما يروحش ينطبق على كامل المتخبات لا شوف رح تقول لي ما نتحدش على الجزائي ينطبق على أبي الجزائريين يا الخبرات انطبقها شوف حاكم أنا قلت لك في الحيصص الماضية ولا شفيت قلت لك كل مدرب أسوأ مدرب يدربك رح تدي من نوحة جمليها صحيح ولا كنت يعني ذاكي تسمع يعني لا أنا المدرب كل يوم عنده كلام يعطيك ما فيهش إلا تدريب فيه كلام فيه فيه كيفاش يطلع لك معناويات فيه مدربين يحكي لك حكاية يعني من الواقع من المجدامع باش يدخلك شكو المدربين اللي انت بتأثر بهم عنده ديسكور ومبليح شوف كاين أنا مدربين أنا أكثر الله رحمه نوردي سعدي يعني اللي كان يعني هو لإنسان اللي عنده عنده تواصل قريب مع اللعبين عنده يا الله يرحمه على كل حال كنت نتفهم معه كثير وكان خاصة في الآوينة الأخيرة وكان كنت نتلاقاه بزاف وكان تعلمت منه بزاف أمور ولكن هادو ما هادو 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 خبرة كبيرة شكرة منديالات كؤوس أوروبا يعني المستوى طالع كثير حكيم واللعبين هم مبداتهم ديشون لعب في جيفانتيس لعبوا في شامبينس ليغ لعبوا مع مدري عبك هذو الخبرات تحوم لي عندهم مام هذك لي قريه يتعلم منه وكيجيبوهم هذو اللعبين